دلوقتي بقى بعد ما قفلت وخلصت مربعاتي عاجي لخطوة التشبيك انا هاقفل الشغل بتاعي بغرزة الحشو زي ما انتو شايفين كده اهو كده بجيب المربعات وصوت بعض الاتنين وببدأ اقفلهم مع بعض بغرزة حشو بيديني المنظر ده هاعمل ايه بقى انا هاقفل باللون الاصفر التقفيل عندي بالاصفر عشان اه تنورها شوية تبقى منورة هاعمل ايه بقى عجيب اول مربعين انا هشابكم زي ما انا عاملة كده اهو جبت مثلا الاصفر مع الابيض ده اول مربعين بحطوهم في وش بعض كده اهم حاجة انا برتب الترتيب بتاع الواني عشان اعرف زي ما واردكو طبعا في الفيديو رتبنا الالوان رتبنا المربعات ليها ترتيب معين حسب الالوان اللي انت هتنسقيها مع بعض اهو ده طريقة التشبيك اللي احنا هنشبك به احنا هنشبك طولي دلوقتي حاليا بشبك الاول طولي وبعد كده بشبك عرضي يبقى الاول بشبك بالطول وبعد كده بشبك بالعرض بجيب المربعين اللي انا هشبكهم جنب بعض اهم مثلا دول كده اللي عليهم الدور في التشبيك الرصاصي من على اليمين والاصفر جنبه هعمل ايه طبعا تثبيت الشغل كله هخليه في الاخر الفنش بتاع الخيوط برضو منخليها في الاخر بجيب المربعين كده جنب بعض وعلى اول غرزة اول غرزة خالص من فوق اللي هي هتعتبر اخر غرزة احنا عملناها في السطر بتاعي اللي هي غرزة الحشو العدل عند الحرف بتاع الحشو بالضبط اخر غرزة عند الحرف بتاعه وادخل الابرة كده اهي وعند الحرف بتاع الحشو من ناحية التانية اهم حاجة مربعاتي في اتجاه واحد اللي اتجاه بتاعه من اللي اتنين كده وادخل الحشو من الجنب الناحية التانية اهم من على بداية السطر برضو حرف بتاعي فخليت المربعين في اتجاه واحد اللي اتنين على الابرة وبحط اللي اتنين دلعوهم قدام بعض كده طولهم طبعا واحد نفس عدد السطور فباخد كل غرزة مع اللي فشها هعمل ايه بقى دلوقتي اهي شلنا بس المربعات علشان الشغل بقى واضح قدامكم فانا بجيب المربعين على الوش بتاعهم كده عام حاجة والاتجاهات قدام بعض بجيب اللي اتنين واجي عند اول حشوية من فوق وادخل الابرة هنا وهنا تمام اللي اتنين معي على الابرة بعد كده هعمل ايه هجيب طرف الخيط اللي انا هشبك بيه بقى اي لون شوف انت هتشبك بايه وهعمل عقدة بداية في الخيط اهيه واسحب العقدة اللي انا عملتها دي من الطرفين بتوع المربعين اهو الطرف ده والطرف ده واده غرزة السلسلة شنسبت الشغل بتاعي يبقى انا ربط ودخلتهم ما بين الاتنين وعطيت غرزة السلسلة لتثبيت الشغل تاني خطوة بقى بدخل في الغرزة اللي تحتها على طول اهيه من هنا وقدامها وصدها من ناحية تانية بالزبط اللي اتنين يبقوا على الابرة اللي اتنين على الابرة نفس اللي اتجاه في نفس المكان قدام بعض واسحب اطلع خيط يبقى معي طرفين من الخيط اسحب اطلع الاتنين اهم حاجة وانا بشبك مشان نكشي ايدي او مشدش الشغل قوي علشان الشغل يبقى اخد راحته الغرزة اللي بعد كده ده من جوه الغرزة اللي بعد كده اهيه مااخدها على الابرة واخد كمان اللي فشا على الابرة واسحب اطلع ااخد غرزة حشو مايا ضلعين اطلع اللي اتنين اللي وراها اهو دية ودية كده اللي اتنين على الابرة هيطلعوا معاكي بالزبط تلاتة وتلاتين غرزة حشو على السطر كل غرزة معلفوا الشه اخدهم بحشو كل غرزة معلفوا الشه وما نساش غرزة اهم حاجة والحشو لما اجي اشتغله ماشدش ايدي اخلي الشغل بتاعي على راحته اهو اول اتنين في وش بعض اكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة اما حاجة خلي بالك من الطول كل غرزة معلفوا الشه حشو ما يطلعش مربع اطول من مربع تاني اهو اهو قربت ايجي بقى عند النهاية اهو دي معادي واخر غرزة على السطر اللي هي بتاعت القعدة بياخد دلعين سلسلة اهو بتاعت البداية مع دلعين سلسلة من ناحية تاني دي اخر غرزة على السطر من تحت وده منظر التشبيك بتاعي اللي انا شبكت بيه المربعين اهو عادلها ده التشبيك اللي انا شبكت بالمربعين هاشوف طبعا مش هاقص خيط انا كده كده آآ لسه هعمل اللي وراها اللي وراها اللونين هحط هنا الاصفر طبعا انا ببقى قدمي ورقة رسمة فيها الرسمة بتاعتي بالالوان اللي انا بدرجها عشان ما تلغبطش وشبك طبعا انا ببقى قدمي ورقة بكون رسمة فيها الالوان والتقسمة بتاعتهم يعني الترتيب بتاع الالوان فالرصوصي اهو هنا هحط معي الاصفر وبعد الاصفر من ناحية التانية هحط مربع ابيض الخيط بتاع التشبيك هيطلع من فوق كده ما ديش دعوا بي دلوقتي هعدل بس الاول مربعات اللي عليها الدور الاصفر والاصفر والابيض هعمل ايه بقى بعد كده الاتنين هشبكهم مع اللي فوقيهم انا ماشى تشبيك طولي من فوق لتحت بيجيب دولت كده اهم المربعين اللي عليهم الدور الاول بياخد دية بخليها اول حاجة على الابرة وبعد كده بياخد الدلعين اللي فوش بعض زي ما عملنا فوق بالزبط عند اول غرزة من فوق مع اول غرزة من فوق اهم حاجة بدخل الخيط بتاع التشبيك الاول هو اللي بيدخل الاول اهو وبعد كده بدخل المربعين بعد كده بسحب الخيط الطويل بتاع التشبيك عشان انا اقفل المربعات بتاعتي وماسحبش اشيط دي جامد اعمل حساب الخط العرضي اللي هيقطع الطول مع بعض يعني تخلي فيها براح عشان الشغل مايتشدش منك كده اهو ولف اطلع اللي اتنين دول واخد الحشوية بتاعتي غرزة الحشو اهي كده انا اقفلت الاربع مع بعض الاربع يتجمعوا مع بعض في نقطة اهو خلاص هبدأ اللي انا اشتغل الثلاثة وتلاتين غرزة حشو اللي اتنين مع بعض نفس اللي انا عملته فوق كل غرزة مع اللي فوشها اهو هنا يبقى دي اللي عليها الدور نفس اللي انا عملته بالزبط اهم حاجة ترتيب المربعات منسيش الالوان عشان اللون واحد عملتيه غلط بوز معيك الشغل كله فقبل ما تبدأي اللي انتي تشبكي ارسميهم في ورقة قدامك واعرفي الدور اه اعرفي اللون اللي عليه الدور في التشبيك كده انا بقفل اهو بغرزة حشو يبقى انا شبكت المربعين دولت مع بعض واخدت كمان معيهم المربعين اللي تحت هكمل بقية التشبيك لغاية ما خلص المربعين مع بعض اه بتشبيكهم كده انا قفلت السطر كله وخلاص خلصت المربعين في بعض اهو شبكتهم وهي طريقة التشبيك وده منظر غرزة الحشو بعد ما شبكت بيها اهي كده انا قفلت المربعات في بعض هشوف بقى المربعين تانين برضو بالطول اللي عليههم الدور فانا اللي عليه الدور اللي عليههم الدور في التشبيك الافوايت مع الرصاصي بجيب برضو نفس الكلام اللي عملته فوق بجيب المربعين اللي عليههم الدور وبحطهم مع بعض كده اهو واخر غرزة انا وقفت عندها بجيبها كده على الابرة اهي وقشد ده هدي جوابي بس اهم حاجة يبقى من فوق الشهر ويجي عند المربعين هنا بترتبهم اللي انا مرتباه بحط الدلعين بتوعهم على الابرة وببدأ اسحب غرزة حشو جيب الخيط من فوق اهم حاجة الخيط يبقى من فوق وابدأ اسحب غرزة الحشو بتاعتي اهو على الابرة وطلع من بعد كده الخيط اللي معي هذي كده كده هتتنظف بس هتتنظف من دهر الشغل معي المربعين هبدأ اشبكهم نفس الطريقة اللي انا شبكت بيها في كل غرزة معل في وشها وتتقفل كلها بنفس الطريقة وتتقفل كلها بنفس الطريقة طولي عايبقى ست مربعات في وش بعض بالطول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا حسب تنسيق الالوان بتعملي بنفس الطريقة زي بعد ما بتخلصي السطر ده بتبدأي جيبي اللي على ايدك الشمال المربعات بتاع الشمال هنا وتحطي مثلا المربع ده مع الاصفر وتربطي خيط من اول ودي طبعا الاصفر في اخر ست مربعات بقصه بربط خيط جديد بداية من اول السطر يعني بداية من هنا عبدأ بقى ربط وعمل نفس اللي انا عملته السطر اللي فات كل واحد لوحده عربط الخيط واخد كل غرزة مع بعضها لغاية ما اقفل السطر بتاعي بنفس الطريقة لغاية ما اعمل الستة طول في الستة عرض اللي احنا متفقين عليهم من البداية خالص الفيديو ده ان شاء الله نشرح فيه طريقة تشبيك المربعات بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي انا شرحتها المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت شرحنا طريقة التشبيك الطولي ليه الكوفيرتا اللي هي كانت بغرزة الحشو وده كان منظرها اهو ده كان منظر التشبيك نبعلكو في غرزة كان منظر التشبيك الطولي اهو اللي شبكنا بيه المربعات من فوق لتحت اللي هي كانت غرزة الحشو وده منظر تشبيك المربعين في بعض المراضي بقى الفيديو معينا مختلف عنيش رح طريقة تشبيك تانية حبيت اللي انا اعملها في الخط العرضي من المربعات وده المنظر بتاعه اهو ده منظر التشبيك للعرض التول خلاص عرفناه منظر تشبيك العرض اهو بتبقى غرزة برزة هي اقل سمك او اقل ارتفاع من الغرزة اللي انا مشبكة بيها الطول يعني الغرزة اللي انا مشبكة بيها الطول فيها ارتفاع شوية لكن العرض هنا مش باين قوي هو باين بس سلسال التشبيك هنبدأ بقى نسمي بسم الله طبعا احنا عارفين اللي دي طريقة تشبيك العرض عرض المربعات بجيب البداية بتاعتي اهو المربعين مثلا دول عليهم الدول في التشبيك ده كان حرفي دي برضو عمناه في الفيديوهات بالنسبة للي ما تفرقش على الفيديوهات بتاعت الشرح سواء للقلوب او الحروف هتلقوها عندكم في الفيديوهات موجودة على القناة دلوقتي بقى هنشبه هنجيب طرف خيط كده هنجيب بداية المربعين مع بعض اهو دي بداية المربعات مع بعض هدخل في اول غرزة من فوق هنا في اول غرزة من فوق مع اول غرزة من فوق النحية التانية ويه بس يدوبك انا عربط الخيط اسيب بس بداية في الاول عشان دي اللي هسبت بيها مع الفتلة التانية الاول اللي انا سايبها هعمل ايه بقى خدوا بالكم شايفين الفتلة الطويلة دي الفتلة الطويلة انا مش عشتغل بيها دلوقتي فانا عسيبها كده تبقى في نصهم اهم حاجة تبقى في نصهم ومش من فوق انا مش هاخدها دلوقتي خالص انا هاخدها اخر حاجة هعمل ايه بقى شايفين المربعين هنا المربعين اهم بسيب الدلع اللي من قدام ما ليش دعوة بيه انا بس على قد ما بقدر بوضح في الاضاءة بسيب الدلع اللي من قدام ده وبياخد الدلع اللي من وراء ممكن نشتغله على مربع اغمق عشان الابيض كده ماشي بسيب الدلع اللي من قدام واخد الدلع اللي من وراء بدخل في الابرة كده وهنا برضو في المربع التاني بسيب الدلع اللي ظاهر ليا من قدام واخد اللي من وراء كده فانا اصبح معايا طرفين من الاضلع او طرفين من الغرز بتوع المربعين الطرف اللي من جوه مع الطرف اللي من جوه بعد كده بعمل ايه بشد الخيط ده واسحبه من الاتنين عملت اول غرز تاني ده مليش جاوبي بيتساب تحت بياخد الدلع اللي من وراء اهو دلع اللي من وراء فقط مع الدلع اللي من وراء من ناحية التانية اهو ولف الخيط اطلعه الخيط بقى القصر المعيات طويل اللف الخيط اطلعه من التلاتة مرة واحدة تاني بياخد الدلع انا عندي اغس لسال بتاعي مليش جاوة اللي من قدام بدخل كده في النص واجيب الاخير والاخير من هنا كمان بقى معي تلات اطلع على الابرة بما فيهم الاولاني الاف فاطلع من التلاتة كلهم مرة واحدة اهو بياخد بس ده بياخد بس ده والاصفر اللي من الناحية التانية بياخد بس اللي من جوه بانا بياخد الدلع اللي من جوه من هنا والدلع اللي من جوه من هنا على الابرة مع الاساسين اللي معي على الابرة ولف اطلع من التلات غرز اللي عندي لف خيط واطلع من التلات غرز اللي عندي تاني الفاتل الصفرة دي اهم حاجة تبقى من تحت بياخد الدلع اللي من جوه مع الدلع اللي من جوه وبليف في الخيط اطلعه من الثلاث اضلع اللي معي على الابرة اهو هنا ده وده دلع واحد بس ما ناخدوش اللي اتنين هو واحد بس اللي من ورا واطلع الثلاثة هنا وهنا واطلع منهم ده لغاية ما كمل لنهاية السطر بياخد ده وبياخد الدلع اللي من ورا واسحب منهم هم التلاتة الخيط كده اهو لغاية ما بيجي عند الخط الطولي بتاع المربعين هشوف بقى انا هتعدى الخط ده ازايش اناوصل للمربعات اللي جاية اهو ده فقط هي بس الصعوبة كلها النكتاق دي دلع واحد عشان فيه دلع خلي بالك بيبقى من ورا الدلع اللي من ورا ده انا ما بتعملش فيه يعني على قد ما تقدر هنا هو عندي سلسال لو قلبت السلسلة كده في دلع صغير من ورا ده ما باخدهوش انا باخد بس الطرف اللي من ورا اللي في السلسلة اللي زهرة قديني بكمل لينية السطر بنفس الطريقة اهو اهو بعد ما كملته الربط ايجي على النهية هنا الدلع ده زي ما احنا بقى شايفينا هو معايا خط طولي عتعدات زي اخلص بس هنا دي كده ودي كده واخد الطرف اهم حاجة ما سيبش ولا غرزة عشان الشغل ما ينقرش مني بالطريقة دي لغاية اخر غرزة انا باخدها اخر غرزة اهي باخدها برضو دلع ده مع الدلع اللي في الاخر واسحب منهم هما التلاتة كده انا خلصت تشبيك المربع كامل هعمل ايبا عشان يجي للممطقة دي الخيط بتاع تقفيل لو انت ما ننضفتش اول باول تحطيه كده من تحت اهو شايفين الخط الطولي كنت فيه سلسلة في النص بالزبط اهي السلسلة اللي في النص بالزبط اهي بدخل فيها الابرة كده وبياخد فيها على طول غرزة سلسلة اهي من هنا لهنا بمنزلقة قفلتها بسلسلة من فوق منزلقة وده المنظر بتاع التقفيل اللي معي اهو كده انا قفلت المربعين نفس الكلام اللي عملته نفس الكلام اللي عملته ورا اكمل بقية المربعات اللي فضله لي لغاية ما وصل للنهاية خالص اقفل لغاية ما وصل للنهاية زي اللي فوق كده اهو اهي البداية واهو لغاية ما تقفل لغاية نهايته هكمل بقى لغاية مخلص خالص ونشوف الشكل الاخير بتاع الكوفيرتا بتاعتي يارب الفيديو يكون عجبكو وتكون طريقة تشبيك المربعات واضحة قدام عينيكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته